السلام عليكم البنات نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير اليوم سنشارك معكم كيف تخدموا الوجال بالنسبة للناس المبتدئات أذكر المرة أريدكم المطاريال التي ستحتاجون في الوجال اليوم سنقومون الدرس كيف تخدموا مهم أول شيء تقطعوا إذا كانوا الضفار تقطعوهم وكيف تخدمواهم جيدا إذا كانت لديها المطاريات تحتاجونها مهم أن يكونوا نقين وقصار الناس الذين لديهم هذه الأدبة لديهم المطاريات لين يعملون لديهم المطاريات إذا كانت لديهم المطاريات قليلاً لا تقطعوها كثيراً لين تشد الكابس المهم سنبدأ المراحل منئة حتى الزائد إن شاء الله وكن نوجه كلامي للناس المبتدئين والناس الذين يعجبهم أنهم يتعلموا الصنعة ومفتطعتهم لأنهم يمشون المدارس ويخلصوا الفلوس تعلموا غير في ديوركم شريوا المتاريال كل مرة تشريوا شيء وتعلموا غير في ديوركم هذه الشجرة سيكون ساهل تبعوا معي المراحل التي سنوريكم إن شاء الله وراك نظن بلين ستستفيدوا منهم المهم أول حاجة من بعد ما كتلي ميوت الدفار سنأخذه العبارات من الدفار الكليارة سنأخذه الصغر أعطني هذا الدفار هذا لا يجب أن يكون خارج على القياس الدفار يجب أن يكون العبار نيشان وما يكون شعود ثاني صغير ويبقى الدفار ديالها كي يبقى خارج نشوفوا من جناد بجوج حدب هذا كي يبقى صغير ور شوية على الدفار نشوفوا لاشا رقم آخر نشوفوا هذا هذا مزيان هذا لابس الدفار كامل وما مش هيطلينا لمن هنا لمن أنتم ما كيف ما كتشوفوا هذا مزيان كتاخدوا الإيد وكتاخدوا العبار ديال الدفار بجوجوش كتحطوهم هكا كتجيوا الثاني نشوف هيدا هذا مزيان هنا هذا رقم ما اسمنا رقم رقم ستة ناخدوا الرقم اللي بحاله بحالة في هذه المنطقة لابس الدفار هذا مزيان نشوفوا هذا مزيان بها الطريقة حتى تكملوا الايدين كاملين عد كتبدوا تلصقوا من بعد ما كتكملوا العبارات الايدين كاملين بخمسة كتأخذوا بوليسواغ وكتحكوا الدفر باش كتحيدوا منها هذه البريونس باش تشدليكم الكلام مزيان كتحكوهم كاملين كتحكوهم كاملين ونأخذوا هذه الغبرة التي ستبقى في التفار كنا نأخذ الكولة ونأخذها هنا في الراس لا تكتروا كثيرا لكي لا تخرج لكم في الجناب كتتركبوهم بها الطريقة كتوقفوا هذا الدفر وكتدروا وتضغطوا عليه قليلا لكي يشد وكتبوه وكتبوه خرجت لكم الكولة في الجناب الدفر ونضفوهم بالبابي لا تنضفوه بالقطن لكي يشد لكم في هذه الخملة نضفوه بالبابي ونضفوه بالبابي وكتبوه لكي خرجت شي حاجة تكونوا حيتوه لكم يقضر الانصف نعتبر الانصف نضفونا به الطريقة كنتبه بالبابي ونضفوه بالتفار كنتبه للانصف الاصف كنتبه بالدفر كنتبه بالتفار كنتبه بالضفر وكنتبه بالتفار صعيب بش تديروا شي بوزيسيون عوجة باش ادتعودوا تحيدوا صعيب الحال اللهم من الاول تتحاولوا تجيبوا العبار يكون هو هذا يعني خدموا بالمهل ممكنكملوا الدفار كاملين بهات الطريقة اللي وردتكم دا بس الينا الخدمة ديال الدفار كاملين من بعد كنقطعوهم العبار اللي كتبغي الكليانة كنمشيوا عليه هادا هو انقص اللي كنتوريتكم في الماتاريال كناخدو كنقطعو به العبار اللي سبغي الكليانة كينا اللي كتبغي تخليهم يكونوا طوال كينا اللي كتبغي تكسطرهم باش تعرف تخدم بيهم بمكس قطعو العبار اللي بغيتو دباء مرحالة ديال الاليم كلميهم بلاطة من المطمئة التي تضرب معنا والتي تضرب قريبا والتي تضرب من الدفاع على الحساب الرغبة للذبونة هذه المئو من الميزة المتخافة غير المئو للخطر لن تكون شدة السعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لن يبقى بومبي يمكنك أن تجعله في ماء يجب أن تنقر بالفرق ونحن في فرق يجب أن تعرفها جيدا يعني تقيمها لا يجب أن تقيمها حتى تضر السيدة في الطفل يجب أن تقيمها عندما تقيمها يجب أن تقيمها يجب أن تقيمها يجب أن تقيمها سوف تقيمها بها الطريقة على الطفل كامل سوف نقيم المراحل ثم تقيمها على طفل السيدة وعندما تقيمها سوف تقيمها سوف تقيمها سوف نقيمها ثم نقيمها ونقيمها لتقيمها لتقيمها ثم نقيمها ثقيم حاجة متخرجوش دائما ايب خودوية قديروه متخرجوش الجناب درستان ايب خودوية قديروه متخرجوش الجناب داعباجه الدور ديال لوجال لوجال خدمة ديالو خاصها تكون بالمهل وتعرفوا مع الوقت كتابتو تعرفوا العبار اللي غادي تتجاوه عليه كي تخدمو الدفر مهم اهم حاجة اللي كي وصيوا عليها هي اناكو ماتخرجوش الجناب إذا خرجوا لكم الجناب ودخلتوا للماشين سوف يكون المنظر الجيل بخير بسم الله دائما البنسو يكون رقيق ونبدأ الضفر من هنا والبنسو الشدة دياله تكون واقفة ونضع الجيل ونبدأ ندوره حركة دائرية وانتم ما نازلين غير بالرأس دياله جيل لكم تضيعوا في الضفر كامل ديال البنسو تضيعوا في الضفر كامل مني كتتحطوه الجيل ديالكم هكذا ما كتخشيوش في العماشين حتى كتت تأكدوا من الجناب مدايعينش لكم كي بدايسي حاكم من الجناب ديال الدفار كناخدوا هاد الباطني ونبدأوا نحيدو هاداك الشي اللي داع ونصحوه في البابي هادي اهم حاجة خدسكم تردو منها البال هي ضروري غدي ستوقع عليكم في اللول لما تردوش ليكم هاد الاخطاء هادو ما غا تكون ما تتعلموش غيرين تتسافدوا منهم وما فيها باس من بعد الفورماسيون تبدو تخدمو غير في الناس اللي كتعرفوهم قبل ما تبدو تخدمو الكليان باش دوك الأخطاء كاملين تديروهم غير في الناس اللي قرابي اللي كوم انا ما كان خبيش عليكم الاخطاء باش تنتو ما تستافدوا ما غاديش نقطع الفيديو ونباشي نقدد تفروا نوريه لكم مقادلة انا نوريكم ذاك الشي اللي غا تقدرو توقعوه فيه باش تعرفو كيفاش تصحوه بحتنتو ما ارخفي صباحك دابا ملك تتأكدوا باللي قاعدك الشي اللي داعليكم حيتوه سافيك تدخلو الدفر لما شين ينشف وكتأخذو الصباح الصغير ديال ايد الخورا تخدموها يعني كتخدموه سباع بسباع واحد كيتخلى ماشين وواحد كتتعودوا تخدموه كتبقى وغادم بها الطريقة حتى كتكملوهم كاملين نعود معاكم هات الصباح حتى هو كيف ما كنقول لكم دايما ببانسو يكون واقف ونهزو البرودوي غير القياس اللي غاي خاصنا في الدفر ما نهزوش بزاف باش ما يغلبش عالينا ويدي عالينا في جناب ويلا حتاجينا نقدروا نزيدو وكنمشيو غير بالراس ديال بانسو بحركة دائرية وحنا كنهبطو بالبرودوي حتى اللي تحت نعمروا ججنا هدك الراس ديال الدفر مزيان ونتأكدوا منو انو ما ساحش لينا في الجناب اهم حاجة هي فينيسيون ديال الجناب ما يسيحش ليكم جناب قبل ما تدخلوهم لاباراي تأكدوا باللي ما ساحش في الجناب من بعد كتدخلوه لاباراي واحد ستين تانية ينشفو عمشو بهالطريقة مع الصباح كاملين ده بفاش كمنا سباح كاملين جاد دور ديال الحكان هاد الحكان ضروري كيبغي شوية الخاطر وكنخدموه بالجيهة الرطبة ديال المبرد الجيهة اللي كتكون الرطبة ديال المبرد هي اللي كنحكو بيها كنحكو بهالطريقة هادي ماشي كننجروه كنا نهزو الدينة وكننا عاودو نحب طول المبرد ونهزو الدينة ونعاودو نحب طول المبرد حتى كيبان ليندفر ولا كيبان طبيعي ما كيبقاش يبان من فوق خود غلاد بزاف نعطوه الخاطر ما نكونوش من ضغوطين ولا نزرو بين ولا باش الخدمات طلع زوينا موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 ديال الدفار ما نوصلوش للحم نكملوه اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة